اسم التجربة القوى الهدف من التجربة توضيح أهمية معرفة مقدار القوى واتجاهها في تغيير حركة الأجسام عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة احذر عند دفع الكرات أدوات التجربة مجموعة كرات حامل الكرات خطوات إجراء التجربة نسحب الكرات باتجاهنا ونلاحظ موقع الكرات واتجاه حركتها بالنسبة إلينا نضع كرة أمام إحدى قدمينا وندفعها إلى الأمام برفق نكرر الخطوة السابقة ولكن بدفع الكرة بقوة أكبر النتائج تتحرك الأجسام الكرات مثلا عند التأثير فيها بقوة مناسبة تعمل على تحريكها أو تغير تجاه حركتها فإذا دفعت شيئا الكرات مثلا فإنك تبعده عنك وتسمى القوة في هذه الحالة قوة دفع أما إذا سحبته فإنك تقربه إليك وتسمى القوة في هذه الحالة قوة سحب يعتمد تأثير القوة على مقدارها واتجاهها وقد تكون القوة كبيرة أو صغيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر